رحماً في هذا الفيديو هاوضح لكم كيفية إنشاء تقارير بلتس وكيفية استخدام المعايير لذا قلنا نفتح نموذج بلتس ريبورت من آيقونة إكسل في القائمة العلوية فجعلنا تقرير أرصد الحسابات البنكية هنا إذا قلنا عندنا خيار ملف تعريف الوصول لبلتس ريبورت مضبوطة كمطور فكناوش زر الإعداد هنا وعندما نضغط على زر الإعداد ميجد تعريف التقرير هنا عندنا اسم التقرير وهو أرصد الحسابات البنكية ثم عندنا وصف اختياري أن نعمل أيضاً على استعلام SQL الخاص بالتقرير في علامة التبويب الثانية عندنا تعريفات المعلمات يعني أن ما تكون المعلمات اسم المعلمة عبارة شرطية في استعلام SQL للتقاية المعامل وقائمة قيم اختيارية أو مجموعة قيم اختيارية ثم عندنا في التبويب الثالث عندنا تعيينات وهذه التعيينات تهدد أمان التقرير في ساتشي يساً لدي الحالة عندنا تعيينات للطبيق إدارة النقط هذا يعني أن كل مستخدم مرتبط بوظيفة مسئولية في تطبيق إدارة النقط هيكون مسموحاً له بتشغيل تقرير وعندنا أيضاً تعيينات على مستوى النماذج في نموذج تسوية كشوف الحسابات البنكية وهذا يعني أنه يمكننا أيضاً تشغيل هذه التقرير من نموذج تسوية كشوف الحسابات البنكية القياسي لأوراكل عندنا 20 في التقرير لكن يمكننا أيضاً تقرير إلى فئة واحدة أو عدة فئات فيدي الشقرير لأنه واحد من التقرير المطورة واسطة Ingenetics فإنه في فئة Ingenetics هنا شعنا ننشئ التقرير الجديدنا بالنقر على هذا الرمز الزائد هنا من قسم المدفوعات لو ننقوم سيد باستعلام بسيط اختر كل البيانات من المواردين في النظام AP ويمكننا نقوم سيكون نقر على زر التشغيل ونشغيل بايز العملية مرة أخرى دمين حاصل مباشرةً على البيانات المطلوبة هي تج استعلام SQL دوز استعلام SQL الأساسي خانا نعوز عيداً DC ستحتاج إلى إضافة المعلمات في التقرير أيضاً لذلك خانا نضيف المعلمات هنا في التبويب الثاني حالياً اللون رمادي لأنه لم يتم تحديد مرسيت بعد في استعلام SQL عشان نتمكن من إضافة المعلمات هنحتاج إلى وجود مرسيت مثل هذا هما واحد يساوي واحد ثم يمكننا استخدام تلك النقطة المرجعية هنا واحد يساوي واحد وهنا يمكننا إدخال اسم المعامل في استعلام SQL يمكننا أيضاً نسخ المعاملات الموجودة من تقارير أخرى يمكننا على سبيل المثال النقر نقراً مزدوجاً على حق الاسم المعامل ثم يمكننا البحث عن معاملات المعاردين من تقارير أخرى يمكننا أن تحققين على سبيل المثال هنا باسم المعامل هو المعارد جملة WHERE هي AP مثل اسم البائع يساوي اسم البائع قائمة القيم هي موارد AP من تقرير مدفوعات فاتورة AP يمكننا الآن نسخة هذه قائمة اسم القيم للمعاردين هذا يمكننا دسكيل التقرير بهذه الطريقة وهذا يحدث الآن إذا كمنا بتحديد قيمة للمعامل بأن جملة الشرط WHERE اللي حددناها في علامة تبويب المعاملات يتم إدراجها مباشرة في استعلام SQL إذن في الورقة الأولى هنا عندك بيانات التقرير وفي الورقة الثانية عندك ملفات من التدقيق حيث تد اسم التقرير واسم قاعدة البيانات وتاريخ التشغيل معرف الطلب وما إلى ذلك لما يمكنك رؤية معلمات المستخدمة واستعلام SQL على سيلة المست هنا تشوفي الاسم المورد APS ليتم إدراجه في استعلام SQL مباشرة يبل ما رجعنا واحد يساوي واحد يشوف استعلام SQL في علامة التبويب الثانية من مخرجات Excel يمكننا إشفانس رؤية استعلام SQL في ملف السجل زيزا خوفنا لعرض الطلبات لأن كل تقرير بلتس يهل كطلب متزامن في الخلفية يمكننا أيضا انكري هنا على دي عرضي للسجل لما نشوي سطعنا التفاصيل فشو مثلا استعلام SQL أي من المعاملات المستخدمة في هذه الحالة معاملة واحدة فقط اسم المورد وعدد السجلات المسترجعة سجل واحد حسين قاعدة نعود إلى تعريف التقرير لانشين شليه أكثر تإثارة سيلة نسيقان لأنه دي عبارة عن الموردين فقط في AP غيرنا نضيف جدول الفواتير AP أيضا هز نحتاج إلى ربط الجداول وAPS ومعرفنا يساوي وعرف البائع ياساس اندس فافي يانتح بها الزيفة ولنزيب بس عميدة محددة عشنا قول يسم البائع وينسيب أن نقول أنه المقطع الأول من APS وحيكون البائع من جدول الفواتير هنختار كون رسي الأعمدة دي بتفوه هيدا الاستعلام أكبر وليل السبب يخينا نضيف أحد المعايير لتقييد بيانات الفواتير أنت الآن على الورقة الثانية يخينا نضيف الآن المعايير الثانية ان ديندول يخينا ننسك ديك أيضا وتاريخ الفاتورة يبدأ من تاريخ الفاتورة يبدأ من هذا هو نعم يبدو أنه هو الصحيح تاريخ الفاتورة أكبر أو يساوي تاريخ بدء الفاتورة لذلك يجب أن يعمل هذا بتاريخ الفاتورة إلى كذا في الاس الحالي امتب بنسخ دي المعايير يدويا بس يمكننا ايضا ادخل معايير جديدة بالكامل على سبيل المثال يمكننا القول اذا اقنا تاريخ الانشاء للفاتورة يمكننا كتابة انشاء تاريخ الفاتورة يساوي اسم المتغير المربوط نقلي تاريخ الانشاء من المعلومات والنوع هنا يجب ان يكون تاريخا ان عندنا انواع مختلفة عندنا الانواع القياسية في اوراكل مثل حرف تاريخ والتاريخ الذي يشمل عنصر الوقت الطابع الزمني رقم ثم لدينا ثلاث انواع مختلفة من قوائم القيم لذا يوز قائمة القيمة المعيارية في اوراكل المعروفة باسم لوف اوراكل والتي تشير الى مجموعات القيم القياسية في اوراكل ثم عندنا مجموعتين قيم محددة بتقرير غلتس اذا ضعني ستار في الاس الحالة دي انه هنا تاريخ فلناقم فيسي بادخيل تقييد الانكي لكل شيء تم انشاؤه بعد 22 يناير ويمكننا نقرأ على تشغيل واللعن يحتوي اسفات على الفواتير اللي تم انشاؤها بعد 22 يناير لان اخترنا النجوم فقد اخترنا جميع الاعمدة من جدول فواتير واجهة برمجة التطبيقات API هتشوف انه ملف كبير يحتوي على العديد من الاعمدة اللي ربما لا يحتاجها المستخدمون لذلك يجب علينا اما تغيير SQL لتضمين الاعمدة ذات الصلة فقط او ويمكن للمستخدمين ايضا انشاء قوالب حيث يمكنهم على سبيل المثال استخدام شاشة القوالب هنا حيث يمكنهم اختيار الاعمدة ذات الصلة فقط مثل مبالغ الفواتير اعتني اختصار بدي على سبيل المثال ايو ممكننا ايضا نقل المبالغ دينا ننقلها الى النهاية هكذا حيثنا لما نقوم تشغيله يبدو انظف مين لان عندنا عدد اقل من الاعمدة فقط بس ما يزف فيت ويلان هناك بعض الخدع الاضافية لانتشو يتعود الى التعريف هناك بعض الخدع الاضافية فمثلا اذا كنت تروى في منع المستخدمين من تشغيل التقرير مفتوحة بذلك الشكل لان هذا يسبب مشكلة في الاداء ونظام الاختبار عندنا سريع بما فيه الكفاية ظلس هنا انو الحالة تشتغل لكن ليس هناك الكثير من البيانات بدو انتو حوالي مية خمسين الف سجل وانا اشوف نعم لكسا ما كم عملي مشغول بفتح الملفات في بيئة الاختبار الخاصة بنا ما يزال من الممكن تشغيلها على نطاق واسع مفتوح لانك شو العدد هو حوالي ميو ست سكاورسين الف سجل لكن في ياسند الانسي من سيلك برانون شرام في الايسي وفي الايسي وفي الايسي تشغيل شرام شرام بدون قيود لذلك يمكنك اما جعل بعض المعاملات مطلوبة بس ناس بعض فعيك من يفعل سمي جانبات الآن لانك على سبيل المثال هنا الان تحتاج الى توفير نطاق لتاريخ الفاتورة وكنني في بعض الاحيان قد ترغب في تشغيلي فقط للمورد دون الحاجة الى نطاق لتاريخ الفاتورة وليس لديك عندنا زر هنا واللي تسمى المطلوبة ثم يمكنك ادخال قيد يوفر تعبيرا منطقيا يجب تحقيقه لشين يتمكن المستخدمون من تشغيل التقرير لذا دعني اوضح لك ما يعنيه ذلك يمكننا النقر على هذا الزر الافتراضي ثم اوضح لك عند محاولة تشغيله الآن تظهر رسالة الرجاب ادخال معلمة واحدة على الاقل ويمكننا او ايس انتو عالو اكثر استعقيد انتو عالا سويتميسيف فمعرفان اوه قد انشتاكول الى توفير نطاق تاريخ على الاقل لا تنتسنش هو هذا دايك اي ممكننا عاشدن القيسن بحسبات سين على سبيل المثال اسمها انجيشن تاريخ الفاتورة الى ناكس تاريخ الفاتورة من اصغر او يساوي دالليه فانسي كاسين يوما او لسا من اندرك هان يمكن للمسايد نسأدخال اسم المارد ومن ثم يسمح للمسايدين بالمرور عبر التحقق لسا يمكننا على سبيل المثال انشاء رسالة مخصصة للمسايدين من فضلك ادخل اسم المارد او التاريخ مدى يصل الى واحد لما سنحاول يغيلي يلسوا يسنادي الرسالة المخصصة واذا اينش يدخل لك نطاق تاريخ على سبيل المثال الاول من يناير 2005 اسمها انبشكي لاشي التقرير اذا انهاية بيود المعاملات المطلوبة المتقدمة تيتتمكن من التحكم بمزيد من التفصيل في المعاملات اللي يجب على المستخدمين ادخالها عند رغبتهم في تشغيل تقرير وعندنا بعض الميزات الاضافية انا لك لسي في المثال فيسي التحكم في الاصدارات هي مشوعات سياسة كنجم تغير جملة SQL عدة مرات شو الان في الزاوية العلوية اليمنى رقم الاصدار ثلاثة هنا سيمكنك النقر على رقم الاصدار وانتش يسموها شو تاريخ التقرير ويتشو من انشي استعلام SQL من قام بتغييره هنا سي على سبيل المثال ان اضيفت عبارة التحديد where لازن كزن سوية اضافة تعليقات لعسي مثلا تهرير ومرجع دالش قمت بتصير بمي المارسات واحد يساوي واحد او يمكنك وانت تقولينها جدول الفواتير اذاك يمكنك كتابة تحرير بيانات الفاتورة ياسنا فاسس اليشنا في ورية المتغيرات كي اضغط بشكل مختصر استعلامات قائمة القيم لاذا خاني اشرح بيين عن هاي القائمة من القيم عندنا انواع مختلفة فمثلا لنقم بادخال رقم المورد هو الAPS وانجي بالنسبة لرقم المورد نود ان يكون عندنا مجموعة قيم دايك ماري نختار اولا المجموعة القياسية من oracle ونشوفها ما نكتعو هنا عندنا قائمة بجميع مجموعات القيم القياسية من oracle وعلى الارجح يطلق عليها شيء ته وعلى الافندور اسني شيء هنا في الاستخدام يظهر عدد مرات استخدام قائمة القيم هاي في تقارير بلتس بالفعل اذا هيدا واحد شائع قد تم استخدامه واحد وعشرون مرة اكاسيس هنا عندنا قائمة ارقام الموردين دعونا نختار هيدا ويمكن كعيسة ايرشن نقرأ الاستعلام قائمة القيم هنا وبعدها تشوف تعريف SQL لمجموعة القيم وهذا من السبب في انهاء القراءة لذا ما يمكن نتعديلها وانها مجموعة قيم معيارية من oracle عشان نقوم بتعديل الاستعلام فنحتاج الى اذهب الى شاشة مجموعة القيم المعيارية ل oracle وتعديلها هناك والشاشة من مجموعة القيم القياسية ل oracle لهاء ايضا احن اقصى لب 140 حرفا لأسماء القداول وهذا السبب انشأنا قائمتنا الخاصة بالقيم لان لمنس دائم مجموعة القيم للقيسية ل oracle المرنة بما يكفي لما نريد قيم به لانه سنفتغط في هذه الحالة لانه سنفتغط في هذه الحالة تعديله على سبيل المثال باضافة وصف لإسم البائع انه هيكون سوى من سوى شهيد ما لا هيكونش عندنا بس رقم المورد بس شيطان اسم المورد لانك يمكننا تغير استعلام قائمة القيم قبل نفع الفا انخيني اريكم سيش فنكو عمل اللي نضغط فيش على تشغيل ونختار واحدة من هذي الارقام اوه فسيوا مايزة لاندي التقييد المقايم يعني سي لوش تعني تسيد من تشغيله دون اي اتحاق اشنا نختار احد ارقام البائعين هاي اللي ميجري التنفيذ ويقيد البيانات بس نوليست اي شيء بسبب اذا مايدي اي شيء ممكن ان نعصي للاستعلام اسكو ال على سبيل المثال في ملف السجل ونشيش مايز اللي صاره فهو القيد الموجود هنا رقم المورد مئيد الى عشرة الاف وثلاثة واللي السبب بها انو ما تجد ببساطة فاتورة لهذا المورد اذا حيكون هذا هو السبب اذا الشيزة نحتاج الى اختيار مورد عنده فاتورة اذا خلينا نختار احد الموردين من ملف اكسلنا السابق الجايفين عندنا الفواتير وينفي ايضا ميزة ما يحبها المستخدمون كثيرا بايت يمكننا نسخ قائمة بارقام الموردين مثل هذه من سي اسمانا السديم موظيفة القيم المتعددة هنا بالنقر على خيار اكسل على مربع التحديد وعدها يسلي ماكنا فتح نافدة المحرر ولصق القيم اللي امنا بنسيها من ملف اكسل ثم يمكننا تشغيلها بهذه الطريقة دعني اغلق شاشة اوراكل هنا فيلانسي يتم تريلو وهيعمل بالضبط لاش الارقام الخاصة بالموردين ثم يعرض جميع الفواتير اسنا شو عندنا الانس بيانات الفواتير لجميع ارقام الموردين هذي ترى كلها هاي ومن المحتمل انه ايضا ملف كبير طرينا نشوف نعم انها 33 الف سجل لكنها كانت سريع جدا كذلك وهذه هي مجموعة القيم القياسية لأوراسس ولكن زي ما ذكرت ما يعجبنا حقيقة اننا ما نططع تعديل الاستعلام بسهولة هنا وليه ذا السبب قدمنا قائمة القيم الخاصة بنا واللي تضمن Love Custom و Love دايك اذا اكترنا Love Custom يمكناش الان تعديل الاستعلام هنا يمكناش على سل المثال اضافة اسم البائع اسم البائع وعندما نقوم باغلاقه وتشغيله والان لدينا تشوف فلان انه نسوي في الفلنك لانه شو ايضا اسم المورد مباشرة هنا فكسيت تعمل انواع قوائم القيم واذا عفنا اعادة استخدام هذه القائمة من القيم تشوف فلان انها ما تحتوي على اسم لانها مستخدمة فقط لهذا التقرير المحدد دايك كنا نريد استخدام هذه القائمة للقيم في تقارير مختلفة او معايير مختلفة ايضا يمكننا النقر على زر الحفظ كقائمة قيم مشتركة ثم يمكننا القول اكراكم ما سلمورد يعني همش اللي ستشل تريبي واذا شي سنا عندنا هنا ويمكن الرجوع اليه او استخدامه لمعايير مختلفة ايضا نعم فالناس ما يمسيد منس الامور الي يستوى هات حولي قوائم الافس ري مش هاقوم بانشا فيديو منفاصل لذا ثاني اصير التيش قيلة عن هاي تغايسة في البداية ذكرت انه تغنيسك ما تحدد امان التقرير حاليا قلما نكون بتشغيل التقرير هنحتاج الى انه نكون مطورين لانه لا توجد تخصيصات وبالتالي التقارير اللي ما تحتوي على اي تخصيصات تكون مرئية فقط للمطورين ذلك ما يمكن المستخدمين تشغيلها اذا كنت هتشوف يجعلها متاحة للمستخدمين يجب عليك تعيينها على مستويات مختلفة عندنا المستوى القياسي لأوراكل ليهو كموعة الطلبات بس اندي ايسناش بشي مارين انشن لانه اتاكوان عندك تقرير تبيد منحه للجميع في تطبيق معين ولذا السبب عندنا هنا مستويات مختلفة ايضا فاذا اخترنا مستوى التطبيق على سبيل المثال الحسابات الذائنة هذه يعني كل مستخدم يتحمل مسؤولية مرتبطة بتطبيق لكي يمكن التحكم في التأصيصات بطريقة دقيقة جدا وأكثر التعيينات اثارة للاهتمام وتعيين النماذج نمكنني ربط التقرير بنموذج أوراكل القياسي على سبيل المثال بجدول عمل الفواتير في هذه الحالة لذلك رونا نربطه بجدول عمل الفواتير للحسابات المستحقة وهذا يعني عندما نذهب إلى الحسابات المستحقة الآن وإلى جدول عمل الفواتير نحن مدير التصنيع رونا نذهب إلى الدفعيات وانطل إلى شاشة الفواتير حتى نتمكن من استعلام الفواتير في اليوم الأول من شهر يناير السنة 2005 على سبيل المثال أنت من سين شفاتورة معينة لناقل دي مثلا يمكن أن نقرأ على إيقونة إكسلاتي وهاتش الآن أنها ماشتويت خضراء فقط بيوجد بجانبها نجمة صفراء والنجمة الصفراء تعني أن عندنا تقارير مفضلة محددة أو تقارير مرتبطة بهذه الشاشة من أوراكل في رسال هالي ينتخلت بضع تشاريس آيكل متشا بالحسابات الدائن سيقنعش الفواتير بالإضافة إلى تقرير الاختبار الجديد الخاص بنا في الحسابات الدائنة هنا في الأعلى لكن يمكننا فتحه مباشرة من هنا وتشغيله هنا بيبينا في اسمه هو كديس القيمة الافتراضية للمعلمات على سيئلة بمثال ده عندك فاتورة محددة مفتوحة لأحد الموردين ليعمل الأدفانتج بيستكتويت تعيين اسم من سلمورد ميكل افتراضي في حقل بلتس ريبورت يمكننا تعديس الحقل هنا إذن اسم الحقل الكتلة هي INF أو بعض أسماء الحقول في المجلد هي كود جانب المورد أعود عنه في الحقل الخاطئ لأنه أردت حقل الشريك التجاري أدفانتج كورب يعني ده هو الحقل الصحيح إذن إذا من أخذ الحقل InVisomeFolder يسمى الحقل VendorName إذا كنشنا مطورين إكمال الإعداد الآن لهذا التخصيص فنقول لتخصيص ورشة العمل لفواتير لما نأتي من شاشة أوراكل القياسية لورشة عمل الفواتير يمكننا تحديد رقم المورد لكون الافتراضي من الحقل VendorName اسم اساكا مانا لنحفظها ونغلقها ويتشينجل لما نضغط على هذا الأيقون الخاص بإكسل أنت تفتح مباشرة نموذج Blitz Report الخاص بذيك المورد يمكننا الضغط على تشغيل ثم نحصل على تصدير جميل لتاريخ الفواتير لذيك المورد فقط هذه الصحية تسيصاب النماذج يدي تيحو تعيين التقارير بشكل أساسي تيحو تعيين أي من التقارير إلى أي من النماذج القياسية أو المخصصة في أوراكل نعم في بعض الأمور الإضافية يسيب من التوظيف معنات حول تعريفات المعاملات وقائمة القيم لأنه عندنا أنواع مختلفة على سبيل المثال أيضا أنواع مختلفة من النقاط المرجعية لذيك لقد شرحت فقط المرساة الأساسية واحد تساوي واحد حتى الآن عندك ساهم بنشاء مقاطع فيديو إضافية تشرح كيفية استخدام أنواع المرساة المختلفة وكيفية استخدام التباعيات وأيضا كيفية استخدام قوائم القيم المختلفة شكرا للمشاهدة